قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائرين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتها طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن الله سبحانه وتعالى يضعنا في الجنة والجنة فيها كل المتع وكل الأشياء التي يريدها الإنسان ونالك أشياء حرمها الله في الدنيا قال لا تفعلوها مثل مثلا الإنسان لا يجز له بالدنيا أنه يسرق لا يجز له بالدنيا أن يشرب الخمر لأنه يدع العقل من الخمر بعد أنه ممكن يقتل أو يفعل شيئا بأي جز له في الدنيا أنه يضع من الناس فإذا الإنسان كان طيب في الدنيا وترك هذه الأمور هو يؤمن قيامه إن شاء الله رب العالمين يدخنه إلى الجنة إن شاء الله رب العالمين يدخنه إلى الجنة وكiarabu wa metaja waluga yetu يشakasema manake kipefu manake uzima wa mireli maisha yaliubora kabisa ambayo undani ya maisha yale unakila kitu ambayo uniani hapuna unasterehe uzote unavinyuaji vyote akila haina ya pombe ambayo mungu ameia nda kwa jili ya wajawaki hapa duniani mungizimumu unavitu ambayo katukataza kufano unasema ya buwa kakavitaku vitakatipu haipa hapasi mwana ume na mwana miki wa kafaya mapenzi hapla ya kukunga doa لكن في يام المعنى أنه يكون الذي يكون مكتبنا في جميعه كبه للتعلم لك الذي يكون فيه الصحابة هكذا أماكن انتهى ويمنى أنه يكون موضوع من نفس الوحوة وعدد الإنسان وإنقاذ الله وليس بغير وليس بغير وليس بغير من أخذ أجل أخذ أبداً أشهد أنه لا إله إلا الله وأشهد أنه محمداً رسول الله أكبر أقبل هنا ضع بصمتك دعنا نسامر بسمتك وانثر زهوراً من أمل أشهد علينا لمستا أقبل هنا ضع بصمتك دعنا نسامر بسمتك وانثر زهوراً من أمل أشهد علينا لمستا فالكون ينتظر الورود من قلبك صاف الودود